يسأل عن واقعة حال قال أنهم بعض الشباب عندما يجتمعون في شيء من الأندهة أو أماكن استراحتهم مثلا يلعبون قال الضمنة أو الأوراق أو الورقة أو غيمة وما شابه ذلك قال يفعلون ذلك للترويح عن النفس قال لكن قال البعض منهم قرروا أنهم بعد هذا اللعب أو في أثناء هذه اللعب قال أن الخاسر منهم أو الخاسر من هذه الاستراحة وهذه اللعبة التي لعبوها يعني مثلا اشترطوا عليه مثلا أن يعزم يعملهم عزوم مثلا أو ضيافة قال في مكان أو مثلا يدفع حجز في منطقة استراحة أو فندق معين قال وحصل التراضي بينهم على ذلك أنهم يشتركون في هذه اللعبة ومن يخسر مثلا يقدم لهم شيء من الهدايا أو عزوم كما يقول وهذا قد يحصل كثيرا عند الشباب وعند الكبار والصغار يسأل قال ما حكم ذلك هل يجوز هذا قال أنهم متراضين على هذا وليس أحد منهم معترض الكل يعني راضي أنه إذا خسر هو الذي يقوم بتقديم هذا الشيء وإذا ربح كذلك يطالبون ذلك الخاسر الذي يعني تراضى ووافق على أن يدخل معهم في هذه اللعبة بهذا الشرط الذي ذكروا طيب الحمد لله أولا نجيب السائل على وجه الخصوص وكل مستفيد للعلم على وجه العموم من شقين الشق الأول هو أن المقرر في مذهب إمام الشافعي رحمه الله أنما كان من الألعاب يعود إلى الحدث والتخمين فهذا حرام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد وصل رواية من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير تعرف النرد شير؟ النرد شير هذاك النرد المقعب هذاك إذا يأتي واحد هنا ثانين ثلاثة أربعة خمسة ستة يلعب فيه لماذا نهى عنه الشرط لأنه لعبة لعبة تعتمد على الحدث على التخمين ما تعتمد على الفكر ما تعتمد على العقل ما تنشط العقل لعبة للتجميد أنت وحظك كما يقال تمام يلعبون بها تارة في بعض الألعاب وتارة في الحنش وتارة في المشعبة وتارة في كذا فما كان من هذا النوع من الألعاب سواء كان فيه مال أو لم يكن فيه مال فالأصل في عندنا التحريم تمام فتأتي كثير من ألعاب الأوراق هي من هذا القبيل عندنا لأنها ما تعتمد على العقل ما تعتمد على الفكر لا تنمي عقلك لا تنمي فكرك لا تهيجك لا تعلمك شيء في الحياة إنما هو عبارة عن تخمين وحادث وضن قتل الخراصون قال الله عز وجل يعني كله تخريص هذا واحد الألعاب التي تعتمد على العقل وعلى التفكير وعلى الدق وعلى التركيز هذا يحبها الشر ولذلك في مذهب إمام الشافعي رحيمه الله أن اللعب بالشطرنج مباح لماذا؟ لأن الشطرنج لعب يعلمك حتى مهارات الحرب مهارات القتال كيف أن تصدي كيف تعلم أن تستغل نقاط الضعف عند الله عند الآخر كيف تقوي نقاط القوة عندك فهو حتى سموا الشطرنج لعبة الملوك وإنما كرهها المذهب عندنا لكثرة الآثار التي ذمتها لما فيها من مضيعة الوقت أن اللعبة الواحدة قد تستمر ساعتين ثلاث أربع خمس خمس ساعات إذن فأمامنا لعبة تعتمد على الحدس والتخمين ولعبة تعتمد على الفكر والذكاء والنباهة الأولى في التحريب الثانية في الإباهة الضمنة هذه التي ذكرها أخونا السائل هي بين بين صحيح يعني هي في البداية تعتمد على الحدس والتخمين عبارة عن خلط خلط القطع هذه خلطة خلطة أنت ما تدري إيش يلي بي اللي بيصور عندك في السبع السبع التي أنت ستأخذه هذا يخذ سبع هذا يخذ سبع 28 قطعة لا تدري فمن هذا القبيل هي أقرب إلى التحريب ثم بعد ذلك بعد خاصة أن تنكشف اللعبة يتعلم أن هذا النوع ما عنده هذا هذا ما عنده هذا ما عنده هذا في البداية يكون لعادة ومش عارف إيش بيد هذا وإيش بيد هذا فلذلك هي أقرب إلى التحريب والبعض يقول أنها تشبه الحرام نعم وما كان كذلك فالأولى تركه فمن هنا ننادي الشباب الترويح عن النفس إلعبوا ألعاف تنشط عقولكم تنشط أبدانكم تنشط أجسامكم توتح لكم آفاق في الفكر آفاق في الفهم آفاق في معرفة المآلات شيء ينفعكم أما الألعاب التي لا تدري ما الذي هذا مثل نوع القمار هذا مثل نوع القمار لا تدري يدق عند هذا يدق عند هذا يعني عبارة عن لعبة مترددة ما بين الغنمي والغرم ما تعتمد على عقلك فيهم ما تدع الفهم هذا كله خرجنا من قضية المال نعم أما إذا دخل فيها مال فالتحريم واقع لا محالة مال ملتزم وإن كان تراضي بين الأمرين فالأول أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الشق الأول أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خزير من لعب النرد شير فقد عصى الله ورسوله أنا حما بنخرج عن النبي يا أخي محمد أيضا بنرجع إلى الشق الثاني وهي إيجاد المال في الألعاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لنا في شرعه أن يوجد بيننا مال يلتزمه أحدنا من الداخل أو من الخارج إلا في شيئين فالرهان والنضان قال صلى الله عليه وسلم لا سبقه لا شيء هناك مسابقة يدفع فيها مال لا سبقه إلا في خف أو حافر أو نصل خف أو حفر مسابقة بذوات الخفاف وذوات الحوافر أو مسابقة نصل يعني رماية هذا ممكن يقع فيها يقع فيها مال بشروط المسابقة في فقه الشريعة أما غيرها من أنواع المسابقات التي تحصل ويكون فيها مال ملتزم فحرام لأن النبي نفاها من الشرع هذه مخالفة للشرع ترجمة نانسي قنع